مرده مثلا جايب عايز اتكلم عن شوكن مثلا شوكن ده صحفي ولا هو ده ايه دعو بالاخوان شعره مصور مصور بقاله راجل يعني مالوش دعو بالاخوان ولا ممسوك من ساعة رابعة وقتمسك معا اتنين انجليز صحفي مشوهم مشو الانجليز طبعا احش الخواجه دايما الخواجه محلوها على فكر واحد يعني انا قاعد معاك كده عاد تفكر والواحد ممكن يجيب باسفور تاني منين قول لي انا هكلم السفارة كندا والله كندا ممكن يجبه فالراجل ده بقاله 18 شهر في السجن بتعرف السقف بتاع اله هنا هو 20 او 22 شهر ومعلوش تهمة ما نزلش محكمة يعني بيتجدد له تجديدات احتياطي اه احتياطي ومعملش اي حاجة مشو الاجانب اللي معاوت مسكوا بقالوا مرمي في الزنزان ولا هو خطر الامن القومي بالعكس ده بيتجروا بيه برا يعني ما راح الرئيس سيادة الرئيس المانيا عملوا مظاهرات بشوكن ده وصوروا في كل حتة وكل منصفات العالم وانا بدافع عنه برده فده هيدايف ايه لو طلع يعني بقول عماته وانا سامع ان النائب العام هيطلع 122 واحد قريبا بسبب رمضان معرفش اذا طلوه فعليا انه اطلع قرار تقريبا بس هو في رمضان يعني فارجو ان شوكن يكون منهم انا بتكلم عن المحامي بتاعه مع اهل الناس طيبين ومالوش ده باي حاجة الراجل ومفيش يعني قضيته مش معنى بدافع عنه بدافع عنه ان قضيته ما نزلتش محكمة ففي مجال انه لسه حبس احتياطي فده احدا ايه راجح حرية الاعلام والصحافة في مصر ايه الصور ايه وهم بيحطين صور اهو شوكن في المانيا فواحد زي ده يعني ده هيدر في الامن القومي في ايه ده بالعكس ده بيستخدم ضدك اه ففي احنا